فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له يعني إيه؟ حضرة النبي علمنا إن إحنا في أحسن حال طول الوقت في أحسن حال إن كل حدث بيحصل في حياتنا بيفتح لنا باب من أبواب النعمة نعمة إن ربنا بيوفقنا للصب ونعمة إن ربنا بيوفقنا للشكر يعني المؤمن سواء كان في السراء أو الدراء فهو في خير كبير والدليل على ذلك إن إن الحديث جاء الخير بالتنكير يبقى إيمانه إن في الخير ينفض عنه دراما الضحايا بقى ودراما الضحية أيوة أوقات كتيرة لما الإنسان بيدمن أنه يعيش دور الضحية بيشوف حياته وبيعيشها بطريقة درامية كأنه على المسرح وبيمثل دور بيجمع فيه كل المقاسي فيهول من المواقف والأحداث ويحط تحليل وتصور من عنده يفسر بالأحداث ده فلان مش طيق لكلمة مش طيق لك كلمة ليه هو كده أنا ما تسألنيش بس هو كده وهو أصلا زهنه مشغول ومشو أخد باله منه أصلا يعني فلان اللي هو بيقولك فلان مش طيق لكلمة أصلا هو مش شايفه فاللي عايش دور الضحية بيكون في أحيين كتيرة حابب أنه يرسم السورة دي لنفسه سورة المظلوم والضحية وساعات بينتش جدا وبيسمع الأغاني والكلام اللي بيكلموا فيه عن الغدر واللعب على وطر المظلومين يعني لما يسمع أي كلام عن بحر الغدر وبحر الندالة يا سلام يقول هو دي الحقيقة ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم إما يكون سبب في هلكهم أو هو أشدهم هلاكا وعشان كده مشكلة الضحية أو اللي بيفكر بذهنية الضحية وبعقلية الضحية بيقع في فخ التمثيل وساعات بيقع في فخ التسول عشان يستعطف الناس ويستحوز على انتباههم وعطفهم فيتحول إلى متسول عاطفي اللي بيعيش دور الضحية بيقدم نفسه بثلاث أوصاف يخصمه من إنسانيته وعبوديته لله الوصف الأولاني أنا مش مسؤول والناس هي المسؤولة عشان ما يحسش بعبقه ويفضل فيه أهم الراحة الكاذبة الحاجة التانية الوصف التاني أنا عاجز وما عنديش القدرة إن أنا أعمل حاجة مع إنه لو استعان بالله ومع جس هيجد إن حياته كلها واسعة لإن الله سيجده أمامه الحاجة التالتة أنا البريء والناس دايما هم المزنبين اتكلمنا قبل كده عن مسلس الغام المسلس ده بيتبناء اللي عايش دور الضحية الحياة صعبة دي أول ضلع والعلاقات مرة الضلع التاني والناس جحدة أعوذ بالله فيعمل الكلام ده حتى مع أبوه مع أمه مع أصحابه مع إخواته مع كل الناس لازم نعترف إن عقلية الضحية دي مشكلة لما بنورسها لأولادنا بتبقى أنا آسف يعني إحنا كده مش بنحميهم إحنا بنحط لهم كورت لهب جواهم وبنحط لهم شيء متفجر ينفجر في وجههم في أي وقت فأنت بتعرضهم لتلاعب طيارين أسودين في حياتهم طيار متطرف أو طيار ديني إما بتسلمهم للتطرف أو بتسلمهم إلى اللا دينية ودي مشكلة إدمان دور الضحية اللي بيخلي الإنسان يكبت غضبه من غير ما يعالجه فيتحول لنار كراهية ورغبة في الانتقام فييجي الطيار المتطرف يرعب على الرغبة في الانتقام عشان يغذيب أفكار متطرفة ترجمة نانسي قنقر